اليوم لو مؤطيحة لقلك الفرصة اللي انت بترغبها وبتتمنها بالتمثيل عليك فيك اليوتيوب وماديا ومعنويا هقولك كلمتين ويعلم ربنا اللي اقوله من اللي سنة ده هتحسب علي انا اللي ما اخرني في حياتي على النظراتي للمادة اللي ما اخرني في حياتي بس انتو بتطلعوا فلوس كويس لا ما انا هورد هيك بقى بمنتهى الشفافية والصراحة صراحة جدا صراحة ويعلم ربنا ويأكد لك تاني القريبين مني هيعرفوا ده كويس قوي انا اللي مأخرني تاني في حياتي هو ان انا براع ربنا يعني ده جايزة انا براع ربنا جدا في كل حاجة بعملها في حاجات كتير جدا بجيلي ومنها اعلانات جات لي من فترة والله ايبليكيشن هيديني ستين الف جنيه طيب علشان اعمل ترويج لحاجة هتضر مين يا اسراء اطفال هتضر اطفال اللعبة كارسة اللعبة بمعنى صح ان هي لعبة صراحة انا وحضرتك قاعدين البرنامج بيعرض عليك اسئلة صراحة انت بتنفيذيها زي مثلا اكرامي تقدر تقوم تاخد مثلا شور حالا وترفع الفيديو ده وتصور نفسك في امت الفكرة فانا ما عدت تحسبها مع اسراء اسراء ستين الف جنيه هيعملوا ايه قدام انا هضر كام بنا ادم تفرضا ان النهاردة اللعبة دي عملت لها تعملت لها ترويج وجات لحد صغير دار نفسه يعني انت بتاخد بعان الاعتبار جدا المصلحة الاخرين جدا وطريق التسويق نفسك